موسيقى أهلا أحبائنا المشاهدين في كل مكان برحب فيكم في اسم الرب يسوع المسيح أنا بتكلم حاليا من الستوديو الجديد ستوديو نور لجميع الأمم وبعد يعني في المراحل الأخيرة منحاول نعمل التزبطات الأخيرة ويا رب وصلاة يكون كل التقنيات ماشية وكل الأمور مسهلة إحنا اشتقنا لكم كمان ومنصلي إنه الرب يبارككم إخوتي وأخواتي في ظاهرة عم بشوفها على السوشال ميديا وكأنه حرب والمفروض ما يكونش حرب لأنه يعني الإنسان عنده الحرية حرية الإرادة يختار أي ديانة أو يختار من يعبد ولكن في كل قرار في مصير وهذا القرار بحتم مصيرك وبحتم أبديتك أيضا رح نتكلم عن التحول الديني على الطرفين لماذا يعتنق الكثير من المسيحيين ديانة الإسلام ولماذا أيضا يعتنق المسلمين أو عدد كبير جدا من المسلمين يأتون إلى المسيح في هذه الأيام وهذا سؤال كتير كتير مهم ما الذي يجذب الشخص لأي ديانة رح نعرف عن هذا الموضوع أكثر فأنا بشجعكم أن تتواصلوا معنا وإذا عندك تعليق أو عندك فكرة بتحب تضيفها ممكن تبعتنا إياها على الفيسبوك دعونا الآن يعني أعود بعد هذا الفاصل القصير أهلا أعزائي المشاهدين طبعا يسرني أن أستضيف مش ضيفة صاحبة مكان أكيد عرفتوها الأخت رشا نور وأعتقد أنه هي الشخص المناسب اللي ممكن ترد على هذه التساؤلات ولسيما أنت منشغلة جدا مثل خليط النحل أنا بسميك دائما بتتابعه وبالتلمزه ومعرفش يعني إذا مش إذا مش مئات أكثر اللي بتتواصلي معنا ربنا يباركك أخت رشا خلال كل هاي الخدمات السنين الطويلة ربنا يكافئك ويباركك على تعب محبتك وأعتقد أنه أنت الشخص المناسب اللي تساعدينه في الرد على هذه التساؤلات لأنه عندك اطلاع على الطرفين على المسيحية وعلى المسلمين ولكن أنا عاوز أسألك كشخص عابر من الإسلام إلى المسيح شو ممكن يكون ردك على هذه التساؤلات وبعدها ممكن نسأله يعني كل سؤال بشكل فردي أكتر ردي على السؤال إزاي الناس بتتحول إلى الإسلام وإزاي الناس بتتحول إلى المسيحية أول حاجة الناس مش بتتحول إلى المسيحية الناس بتتعرف على شخص المسيح يعني أنا تعرفت على المسيح فتحولت تركت الإسلام وأصبحت إنسانة مسيحية أنا ما غيرتش دين بدين لكني دخلت في علاقة شخصية مع الله عايزة أقول بداية مقدمة كده إزاي الناس دايما بيقولوا لا في ناس يعني فيه زي صراع ما بين جبهتين إحنا بيجلنا أكتر لا إحنا بيجلنا أكتر إحنا بيدخلوا الناس في الإسلام في دين الله أفواجا لا إحنا عابرين أكتر من المتأسلمين عايزة أقول أن نسبة المسلمين بتزيد بالتزاوج التناسل بالوراثة أكتر من التبشير مع أن فيه نسبة طبعا من نسبة تتحول من ديانات مختلفة إلى الإسلام والمسلمين في العالم مليار وستمائة ألف الموضوع مش موضوع عدد لو إحنا بنفكر الموضوع مش موضوع عدد يعني آه نسبة المسيحيين أكتر من نسبة المسلمين يعني مثلا مسيحيين في العالم 2 مليار و 800 ألف تقريبا زائد العابرين اللي هم احنا مش عارفين نعدهم من كترهم وخصوصا في البلاد العربية وشرق أوسط العابرين ممكن يتعد بالملايين بالزابط طبعا بالملايين لأن احنا نتكلم في فكرة التحول ده الديني من 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 1920 مثلا لغاية دلوقتي طبعا مع دخول الإنترنت والسوشال ميديا والقنوات الفضائية بتدت تزيد عدد العابرين إلى المسيح لكن الموضوع مش موضوع عدد لأن عدد المدخنين في العالم مليار و 300 ألف يعني فبالتالي عدد اللي بيشربوا مخدرات في العالم هتلاقيهم حوالي 275 مليون فاحنا منتكلم على الموضوع مش عدد لكن أنا بالنسبة لي اللي يفرق هو الإنسان الحقيقي الموضوع مش أنا بورس ولادي المسيحية أنا ماقدرش أورس ولادي أنا شخصيا المسيحية أنا مش عبرت إلى المسيح وبقيت إنسانة مسيحية دلوقتي وخلفت ولادي بعد الإيمان ماينفعش أورسهم المسيحية ماقدرش أورس هلا المسيحية هي علاقة شخصية برب المجد يسوع المسيح فبالتالي الموضوع مش أنا ما فيه صراع ما بين جبهتين الصراع بيقع عند المسلمين المسلمين يدخلوا عندهم زي ما هم معايزين وبيعدوا زي ما هم معايزين لكن احنا بالنسبة لنا العلاقة هي اللي بتفرق وفي ثمن في دفع ثمن كبير يعني ودايما منوضح الرسالة انه انت مش جاي على ايمان مفروش او طريق مفروش بالورود رح تواجه الاضطهاد والصعوبات والضيقات واللي اتطرد واللي خسر كل امواله واللي خسر عيلته واللي اتطلق يعني كل هاي الخسرات في سبيل ايمانه بالمسيح يسوع في ثمن دايما طبعا الثمن اللي يعني انا ممكن اقولك المتأسلم اللي هو بيتأسلم من يعني بيتحول الاسلام من اي دين تاني برضو بيدفع ثمن بس الثمن بالنسبة للعابر او للخلفيته اسلامية يعني انا هقولك الثمن وانت اقولي يعني مين اللي بيدفع دمن اكتر المتأسلم بتقبله الدولة بتغيره اوراق وكلها من غير ما يدفع الرسوم بتاع التغيير الاوراق بيتعمله زفة من الازهر لغاية المكان اللي هو ساكن فيه وكل الناس اللي حواليه بتفرح بيه فرح اللي هون المسلمين اللي حواليه بيفرحوا ويعالولوا فرح كده هو انه هو تحول الى الاسلام مسيحيين بقى المسلم اللي بتحول المسيحية اول حاجة بيضطها بيرفضوا اهله بيرفضوا مجتمعه الدولة ما بترداش ان هي تحوله اوراقه بيبقى عنده مشكلة ان هو يعيش بشكل طبيعي ان هو يقول انا مسيحي ويروح كنيسة وان هو اولاده اللي بيخلفهم ياخدهم معا على الكنيسة فكمل الاضطهاد اللي بعانيه العابر او المتنصر لا يقاس بحبة معاناة مثلا اصلا انا اختي مش رادي اتكلمني اصلا انا مامتي مش رادي اتكلمني حاجات زي كده بتحصل مع المتأسلمين من شوف الثمن الباهز اللي بيدفعوه خلينا اضيف يعني كنت عاوز اسألك يعني لماذا يتحول المسيحي الى مسلم بس عاوز اقول بس اضافة موضوع حد الردة يعني المسيحي اللي بيصير مسلم اهله مش بيطردوه وبيقتلوه بيقولك خلاص ووه اختار طريقه ولكن اذا مسلم صار مسيحي في كتير دول في حد الردة يعني ممكن يواجه الموت كمان من اي شخص طبعا ومش بيواجهه من يعني ما بيبقاش هو عارف الموت جيله من انهيجها المسيح قال ادخلوا من الباب الضيق وده باب ضيق وطريق قرب لكن نهايته هي الحياة واحنا علشان كده احنا ما بنعبر الى المسيح وبنقبل المسيح مخلص شخصي في حياتنا احنا بنواجه صعوبات كتير يعني ده من الطبيعي ان احنا نواجه الصعوبات هيد ايوة انا بواجه الموت في كل لحظة لو انا قاعدة في بلد اسلامية او حتى في بلد مسيحية يعني مش هنقول بلد مسيحية بلد علمانية برضو لان في ناس بيبقى عندهم اتجاهات يعني متطرفة ويقولك انا لو انا قتلت الكافرة دي انا ممكن ادخل الجنة بيها فبالتالي الفرق شاسع ما بين الفكرين فكرة الله واضح ان هو فكرة الهي انت ما تروحش تقتل واحد لكن اما بيجي ايات جوة القرآن بتقولك ان هو المرتد لازم يقيم يعني لازم يقتل لازم يقام عليه الحد يعني فيه باب حدود في الفقه فانا بالتالي الباب الحدود ده بيقتلني انا يعني بيبيح دمي طبعا ده تحدي عظيم جدا المتنصر بيبقى في اول لحظة هو بيقبل عمل المسيح وبيتحول بيبقى معرض لي كده بايد فول خلينا وجه السؤال بشكل اكتر يعني كل فئة لوحديها ليه المسيحي او شو الداعي او السبب اللي بتخلي المسيحي يتحول او يصير مسلم هقولك المسيحي اللي بتحول الاسلام اول حاجة هو ما عندهش علاقة حقيقية بربنا يعني حتى لو كان هو جوه الكنيسة حتى لو كانت هي جوه الكنيسة طول حياتها وهو مرات بقولك فيه اسيس فلان او ممكن نقول واحدة خادمة او خادم او لكن ده ما بيكونش ليه علاقة حقيقية بالرب لان اللي بيقبل عمل الرب وبيقبل المعية مع الرب يسوع ما بيقدرش ان هو يتركه هيتركه ازاي مستحيل مستحيل تاني حاجة بيبقى عنده مشكلة في فهم طبيعة الله صح يعني السلوث مثلا طبيعة الوحدانية الجمع طبيعة المسيح اللي هي ان هو انسان كامل وإله كامل الحتة دي ما بيبقاش قادر يفهمها فبيبقى سالي جدا كيف يصلب على الصليب يعني انا شرحت الوحدة عبرة يعني حتى بعد ما عبرت تقول لي انا مش قادر افهم يعني ايه وحدانية جمعة انا بؤمن ان الله هو واحد وانا عارفة ان انا بؤمن به والمسيح شال خطيائي على الصليب انا بكل بساطة قلت لها ربنا خلق فخلقته حاجات يعني تدينا لمحة او تحاول ان هي تواصل للانسان المحدود ما هي طبيعة الله زي مثلا الشمس الشمس خلقها قرص الشمس حرارة الشمس ودوق الشمس هي الشمس شمس حرارتها او ضوقها او القرص نفسه هو الشمس ما ينفعش نفصلهم على بعض وفي نفس الوقت هو التلاتة هي الشمس كل واحد له عمل كل حاجة لها عمل بالزبط نفس الحكاية الانسان لي روحه نفسه وجسد فبالتالي الله خلق في خلقته بعض الامور بتخلي يحصل توسيط ان احنا ندرك يعني ايه وحدنية يا جماعة فبالتالي انا لازم ادرك ان الله القاب وكلماته رب يسوع الكلمة اخ اخذ جسدا صار جسدا وحل بيننا والروح القدس الله اله واحد انا منفعش ان انا افصل الله عن الروح القدس هذا موجود يعني في كل الاديان انه الله له وجود ذاتي اكيد ناطق بالكلمة من قبل الازل وحي بروحه لانه مش معقول يكون اله وما هوش ناطق او حي وهي اللي انت قصدت فيها الوحدنية الجامعة انا بقول بشكل مبسط او يا علشان لو في حد مثلا لو انت انسان عندك شوية تساؤلات انت حاسس ان الاسلام مش هو الدين الحقيقي وعندك تساؤلات وبتسأل ربنا وبتقوله ازاي المسيحيين بيقولوا كده انا حاسس ان ده الطريق وان هو ده الحق وهي ده فعلا الحقيقة انا عايزة اقولك ان ببساطة غمت عينيك دلوقتي وقول يا رب اظهر لي ذاتك يا رب وريني انت مين ربنا انا اثق ان اعلان ربنا بالروح القدس بالروحه هو هيوصل ليك الله هيوصل ليك النهاردة هيلمسك هيديك النهاردة اعلان جواك يعني ايه الاب والابن والروح القدس الموضوع مش صعب الموضوع مش مستحيل لكن الموضوع محتاج اعلان اعلان بالروح القدس وانا اثق ان ربنا يوصل لك النهاردة باسمي يسوع احنا يعني انا كان السؤال لماذا يتحول المسيح الى الاسلام ذكرت انه ما عندوش علاقة صحيحة او واضحة بالرب يسوع وعندو مشكلة بفهم بعض العقائد الايمانية الاساسية في الحياة المسيحية مثل الثالوث القدوس طبيعة المسيح الانسانية والالهية الكاملة وطبعا صلب المسيح فالبعض بيستسهل الامر مش عاوز يتعب راسه فبروح للإسلام فيه كمان حاجة المسلمين بيروحوا للإسلام المسيحيين بيروحوا للإسلام او غير المسلمين بيدخلوا في الإسلام بسببها هي انه هو مش لاقي هوية فانا عملت سيرش كده على النت وحاولت ان انا اوصل لبعض الناس اللي هما تحولوا الى الإسلام من بلاد زي اوروبا وامريكا وحاجات زي كده واحد تحول علشان الاكل الاكل بتاع المسلمين اكل حلال وابتدى انه يحس انه لا دا الاكل الحلال احسن من الاكل اللي احنا كنا بنكل وابتدى يدور على هوية واحدة تانية كانت بتلبس طبعا وعيش حياتها بشكل حر جدا زياد عن اللزوم ببتدت انها تحس ضمير هيقنبها فبتدت تدور على دريس كود شكل خارجي لزي يكون فيه اعلان لإيمان معين او تحت راية إيمان معين ففيه ناس يدور على هوية بعد اذنك القوانين في الغرب حاليا فيه قوانين شاذ جدا في المجتمعات ولانه مجتمع علماني الشخص عند الحرية الكاملة يختار طبعا هذا غير مسموح في الدول العربية والإسلامية لأنه يعني مين اللي بدي يدور على الشزوز يعني اللي بيحصل في بلاد الغرب فكتير منهم فبلتج قولك يعني بيفكر انه هذا الشزوز انه بلاد مسحية مع انه مش بلاد مسحية فيش اشي اسمه بلد مسيحي في اشي اسمه ملكوت الله ملكوت الله اللي بيمتد في حياة الناس من كل الخلفيات من كل الشعوب من كل الامم وانا بشوف هذا السبب كبير اختار اشياء انه فعلا عم بغير لانه مش طايق هاي العادات اللي هي ضد المنطق وضد الريزن وضد يعني حتى الطبيعة نفسها فبقولك اسهل اشياء روح لديانة تانية دولة جماعة بعرفوا شو بحكوا وعقلين والآخرين اللي هي فيه صلوات محددة بأوقات محددة ولبس محدد وصيام أوقات هي هي شكل إنساني للتقرب من الله لو انت ما عندكش علاقة حقيقية بالرب يسوع المسيح هتدور على شكل إنساني للتقرب من الله فهم المتأسلمين سوري ايوه المتأسلمين بيبقوا عندهم مشكلة في تحديد هويتهم فهو بيحاول إنه ياخد شكل إنساني للتقرب من الله بدل ما يدور على المسيح اللي بدل نفسه من أجله فداء اللي هو قدمله لغاية عنده كمال المسيح فقط يعني نقول كمال المسيح مقارنة مع أي نبي يعني فضايح كبيرة يعني بس مجرد اتقارن طبعا هو ما فيش أي مقارنة بصراحة لأن المسيح إليه المسيح مش نبي علشان نقارنه بأي إنسان تاني لا وكماله يعني ما فيش يعني حياته الأخلاقية يعني ما فيش أي يعني بيحكوا عن سكرار وأفلطون بأخلاقياتهم حتى بيجوش نقطة بمحيط أمام يسوع المسيح مرات أنا بسمع يعني كتير ناس بتلتجى للإسلام لأنه عنده مشاكل زوجية فبضطر لازم يطلق المسيحية ممنوعه تطلق فعاوز يتجوز ممنوع تتجوز واحدة تانية في المسيحية فبتسهل لأنه يتجوز بيكون بده عقد عمل بده ينجح في الجامعة في الكلية في الكرفة فبضطر هاي الضغوطات اللي بتتحط عليهم بتطروا إنه يغيروا الدين أنا كنت مسكة حاجة زي اسمها ملف الأسلمة ملف الأسلمة هتلاقي فيه الناس اللي عليهم ديون عليهم مشاكل مادية كبيرة بدوروا عليهم الجماعات الإسلامية ويحاولوا أنهم يتفعلهم الديون داية علشان يقدروا أنهم بالإغراء بالإغراء يعني بالترهيب والترهيب زي ما بيقولوا لكن يعني النقيد لأي واحد عابر عرف المسيح وهذا السؤال اللي عاوز يعني أقول أنه ليه المسلم بيتحول للمسيحية ممكن أسأل سؤال قبل هذا السؤال يعني فيه ظاهرة تانية على فكرة أنه كتير من الإسلام عم بترك الإسلام مش بيصير مسيحة عم بيلتجئ إما للعلمانية والبعض أو عدد كبير يعني والحق يقال عم بيلتجئ للإلحاد يعني طبعا هذا شيء تاني غير أنه مش عم بيجي للمسيح بس عم بترك الدين كله من أساسه ناس كتيرة بيتركوا الإسلام لأن الإسلام حاجة مش إلهية يعني لو أنت لو أنت تفكر شوية في الآيات اللي موجودة في القرآن وفي الأحاديث وفي السلوك النبي وفي الفقه هتلاقي أنك أنت تدخل في دوامة من الأمور البعيدة بعدا كاملا عن فكرة الله فبيحصل أن الناس دي بتحس أن هي ضاعت في وسط ده أنا عمال عمال أقرأ وعمال حاول أتدين عمال وبعدين تلاقي أنه هو بيصطدم بأن ده مش فكرة الله وعصر المعرفة فهو بيعمل إيه بقى طبعا عصر المعرفة زي ما بتقول انترنت ده يعني بقى سحل جدا يعني فخلاص ما فيك يعني تحكي شيء وتكون ملزم فيه لأنه بدك تبحث بدك تبحث ما هو عشان كده بتدوا ينقحوا الكتب وبتدوا أنهم يشيلوا منها حاجات كتيرة جدا بس موجودة حتى ولو القديمة طبعا مش الجديدة الدبعات الجديدة متنقحة والكتاب اللي كان قد كده بقى قد كده ليه لأنه بيشيلوا منه لأن طبعا كل حاجة على النت أما بيصطدم المسلم بالحاجات دهية بيخرج عن الإسلام ما بيلاقيش حد في نفس الوقت يبشروا يكلموا عن المسيح يديروا البشارة الصارة عن المسيح فهو بيترك الإسلام ويلحد أنا وصلت إلى أن أنا أترك الإسلام وألحدت أنا شخصيا يعني قبل ما تيجي للمسيح قبل ما يجي للمسيح أنا ألحدت وتركت الإسلام تماما وألحدت ومن خلال الإلحد ربنا كلمني تاني يعني ربنا قالي أنا موجود أنا 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 خلقت العالم وابتدى يكلمني في أمور في الخليقة نفسها ومن خلال ده ابتدى ربنا يكلم قلبي وابتدت أن أنا يديني إعلان بالروح القدس يعني أن أنا أقبل أن أنا أشوف لأن مكتوب في الكتاب أن إبليس أعمى عيون غير المؤمنين اللي كلا تستنير عيونهم بمعرفة إنجيل مجد المسيح أنا الغير مؤمن عينه عمية ودان وأصمة المشكلة أن هو مش قادر يشوف لكن ربنا ما بيجي يدي الإعلان كده يفوريه له يفتح له يعني أنا بتاعت أرى أشوف فعشان كده أنا قبلت عمل المسيح كتير من الناس مش بيوصلوا للنقطة دي إن هما تركوا الإسلام وربنا مش موجود إحنا بنصال للناس دي إن ربنا يبعث لهم حد يوصل لهم ولو ما فيش حد يوصل لهم هو بنفسه علشان تفتقد النفوذ ذهيت من الظلمة وتعرف نور معرفة المسيح يعني عاوز أقول كمان عشان أكون منصف إنه مش بس الخدمات المسيحية اللي ابتدأت تتقارن وتشرح والعدد الكام الكبير من المسلمين اللي صاروا مسحية وعدد كبير منهم خدام عم بيتكلموا من خبرة ولكن الشيء المزهل إنه فيه جوع يعني وعطش في العالم الإسلامي لمعرفة يسوع وأنا وإنت بنعرف إنه كتير ناس عم تيجي للمسيح عن طريق الأحلام عن طريق الإعلان عن طريق الرؤى عن طريق الشفاء عن طريق إخراج الأرواح الشريرة لأنه بس بقوة الرب يسوع يعني الأرواح الشريرة بتخرج وهكذا من التفاجأ بلك أنا مسيحي إلى السنين بس بده هيك دفعة من خلال الكلمة وفيه ناس كمان بيعرفوا المسيح عن طريق إنه هم بيقروا القرآن أيها يعني ما أنا بقرى القرآن أنا مثلا فيه آيات بتقول المرتد يقتل تمام فيه آية أنا عايزة أقراها وعايزة بس عمل تعليق بس عليها فيه فتوى بتاعت بن باز بيقول واحد بعث له بيقوله حل المرتد بيقتل أنا سمعت أنه من حد أنه لا يقتل فهو رد عليه بالآية بتاعت سورة التوبة خمسة قاله فإن تابوا أقموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخلوا سبيله إن الله غفور رحيم وقال فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله إحنا بنتكلم على قرآن غير من بدل الدينه فاقتلوه لأن ده حديث بالأحاديث وأخذ بالك أنا دلوقتي كوحدة متعرضة لل للقتل الكتاب القرآن بيقول إنه هو لا تخلوا سبيلهم إذا كانوا مش بيصلوا ولا بيقيموا الصلاة ولا يتوا الزكاة هو قال اخلي سبيلهم لو عملوا كده طب لو ما عملوش كده يبقى ما تخليش سبيلهم طب أنا أنا دلوقتي هل ربنا محتاج ناس يساعدوه في إنه هو يجيب يعني يلم الناس إلى الإسلام يعني هو ربنا مش عارف يعمل دين ويلم ليه الناس هو بطريقته من غير محد يجبر حد إنه هو يبقى مسلم غصبا عنه يعني هذا الإله الغريب أنا بالنسباني مثلا فيه آية تانية بتقول إن الله لا يهدي قوم الكافرين فأنا إزاي ربنا ما بيهديش يعني أنا بقول الأيات دي ليه أنا بقول دي آيات بتيجي في عقل البني آدم الإنسان العادي اللي بيفكر إزا كان ربنا ما بيهديش الكافرين أمال مين اللي يهدي الكافرين الشيطان هو اللي هيهدي الشيطان هو اللي هيهدي الكافرين المسيح في نفس الوقت بقى قال إيه قال يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى أنا جاي للناس دي أنا جاي للناس البعاد جاي للناس اللي هم بالهم شئت لا لأدعو أبرارا إلى التوبة بل خطا هو جاي عشان يهدي الناس البعاد عنه علشان يهديهم هو مصدر الهداية لكن الله الذي لا يهدي ده أنا هحامل بيه إذا كان الله لا يهدي يبقى إيه لازمته في حياتي بفقد الرجاء وبفقد كل شي طيب خلينا نخد فاصل قصير ومثل ما ذكرت بحب أسمع تعليقاتكو ومن الطرفين يعني سواء أنت عابر للمسيح أو عابر يعني للإسلام يعني احكي الأسباب وبحب أسمع منك ابقوا معي بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائنا المشاهدين مرة تانية إحنا منتكلم عن التحول الديني على الجهتين مسيحيين بيتحولوا للإسلام إسلام بيتحولوا إلى المسيح وفهمنا أنه كل يعني كل مجموعة إلها إلها أسبابها طبعا خليني أسأل بطريقة معينة أنه الشخص العابر إلى المسيح في تحديات أمامه شو هي التحديات التحديات هي أنه بيفقد يعني بيفقد علاقته بأهله بيفقد علاقته بالمجتمع بيضطر أنه في بعض الأماكن أنه يترك البلد اللي هو ما يكون منها ويسافر إما بيعيش حالة من الإضطراب اللي هي يبقى قدام الناس مسلم وما بين وما بين يعني أهله مسيحي أو الناس اللي مؤمنين من أهله مسيحي ودي حاجة يعني أنا عشتها فترة وكانت صعبة جدا بصراحة أنا ما خبتش على أهلي يعني إن أنا مسيحية لكن طبعا عانيت من الإضطهاد أو عدم القبول طبعا هم ما يقبلوش أبدا حاجة زي كده ما فيش حاجة أسمعها إن أنا أختار أعبد ربنا إزاي وأختار الإله اللي أعبده مش حاجة أسمعها كده فبيبتدي مفاصل عن العيلة وبيبتدي مفاصل عن أصحاب وأصدقاء ومعارفه ويبتدي إن هو يبقى منحاصر لكن أنا عايز أقول آه أنا بفقد ممكن يفقد كمان مراثه ممكن يفقد ولاده ممكن يفقد زوجته ممكن واحدة تفقد المكان اللي هي عايشة فيه بلدها الورثة كل حاجة كل حاجة ممكن إن أنا أفقدها يعني هو وكثير من العابرين الحقيقة يعني أنا شفت كثير عابرين أنا بهدم العابرين بقالي السنين طويلة وشفت يعني نمازج كثيرة جدا فيها قد إيه الإنسان بيفقد لكن أقول لك على حاجة أخ نزار إن مهما أنا فقط أنا بربح أنا ببص لها من منطلق تاني إحنا آه ممكن نكون بنفقد أهلينا وبنفقد الناس اللي حوالينا وبنفقد ورثنا وفلوسنا وعيالنا وواوا لكن أهم حاجة بالنسبة لي إن أنا أنا بربح المسيح أنا بربح أنا بربح الحياة الأبدية الحياة الأبدية أنا أنا عندي ضمان إذ لا دينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع أنا معلياش دينونة أنا مش هقف قدام الميزان الحسنات والسيئات وبقعد لغاية آخر لحظة في عمري وأنا بغمض عيني عن العالم وأنا مش عارفة أنا هروح فين ولا لا أأمن مكر ربي يمكن أنا أبقى رايحة الجنة وربنا يروح بعيتني على النار ده إيه الفكر الغريب ده المسيح حمل كل خطايا يعني الأخطاء بتاعتي التعديات بتاعتي الأثام بتاعتي المسيح حملها كلها كل ده كل اللي كان بيكتبه الملك اللي قاعد على أداء الشمال وعمال يكتب في السيئات 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 اللي بتدخلني النار كل اللي كتبه المسيح أحده في الصليب فأنا إيه قدام الله أنا بلا خطيئة بلا إثم فده كفاية بالنسبة لي أنا عارفة أنا رايحة فين على الأقل أنا بمغمض عني عن هذا العالم وأنا عندي ثقة عندي راجاء أن أنا هكون في أبدية مفرحة فيها تزبيح وترنيم مع الإله الذي أحبني الإله اللي جيه لغاية عندي الله مش تعالى الله تنازل يقوله الله تعالى لا الله تنازل في المسيح تنازل وصار إنسان وأخذ خطيئتي كان بلا خطيئة أخذ خطيئتي هالصليب ومات بيها وقام عشان يديني رجاء أنا دلوقتي أقدر أكون ماشية حياة فيها ضمان فيها فرح إلهي الفرح مش عشان أنا عندي عربية ولا علشان أنا خدت الورث بتاعي ولا علشان أصحابي بيكلموني ولا علشان أهلي ردين عني الضمان والأمان والفرح فرح داخلي بيعلن بالروح القدس حتى لو أنا بصير فيه ودي زل الموت حتى لو أنا ماشية في أودية صعبة وفي طرق صعبة جدا ومظلمة وبتعرض للاضطهاد وضغط وتعذيب أنا بثق أن إلهي هيديني حياة أبدية معاه هيديني تيان هيديني أكليل هيديني مكان معاه في السماء ده كفاية بالنسبالي حتى لو أفقد كل شيء بوليس الرسول قال أن أنا بحسب كل الأشياء نفاية يعني زبالة كل حاجة أنا بقدمها للمسيح أنا بحسبها زي ما تكون زبالة أن كل الأمور نحن بنفقدها كل الأمور ده حياتي أخي نزار هي أمور نحن بنسبها في الحياة كده أو كده أنا مش هقدر أخذ لورتي ولا هقدر أخذ بيتي ولا هقدر أخذ أهلي ولا هقدر أخذ أولادي لكن أنا أقدر أخذ معايا حياتي الأبدية الضمان في الحياة الأبدية وهذا الضمان مش موجود ولا في أي كتاب بالعكس المسيح وضح هاي الفكرة وبيحكي عن هذا الضمان عدة مرات عندما قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة تخيل من الظلم للنور من الموت إلى الحياة وما فيش دينونة ومشان هيك إنه اللي بيأمنوا في المسيح مستعدين يدفعوا أي ثمن اضطهاد يعني خلاص حسب وكل الدنيا ما بتسواش أمام معرفة المسيح وحي كمان يا أخي نزار إن أنا كنت بعبد ربنا وحاسة إن هو بعيد وقعد لي من المرصاد وقعد عمالي يشوف الحسنات والسيئات بتاعتي لكن الله مش قعد بالمرصاد الله بيحبك الله ماشي معاك في معية في علاقة في محبة يعني مكتوب كده إن الله حبنا فضلا يعني حبني ونحن بعض خطاء مات المسيح من أجلنا فالمحبة والمعية دي أنت مش هتلاقيها عمرك ما هتحس بربنا وإنت قعد بالصليل وخمس مرات ركعات وراء آيات وقعد في القرآن أنا بصلي وأنا بصلي بقول سورتين ممكن من السورتين دول أقول تبت يد أبي لهب وتب يعني أنا ببقى قعدة بصلي ربنا وأنا بقى أشتم أبو لهب يعني إيه معنى الكلام ده أنا أنا العلاقة اللي ما بني مع ربنا مختلفة تماما أنا فيه آية بتقول الساكن في ستر العلي في ظل القدير يا بيت يعني العلاقة ما بيني وما بين الله هي علاقة حميمة علاقة قادرة أتكلم معاه وهو يرد علي كتير من المسلمين بيقولك هو ربنا يرد عليك إليه هو أنت فاكرة نفسك نبيه ده الأنبياء بس اللي بيكلمهم ربنا لا ربنا يكلمك النهاردة ربنا يكلمك النهاردة أنا أثق إن الله يكلمك النهاردة أثق إن الله يتراء عليك النهاردة أثق إن الله يكلمك في قلبك ويقولك أنا موجود وهتشوف يعني إيه ربنا بيتكلم عن إنسان وهذه العلاقة أنت لو دوقتها مرة مش هتقدر أنك أنت ترجع تاني تبقى مسلم مهما حاولت لو دوقت العلاقة الحميمة ما بينك وما بين الله العلاقة الحقيقية مش هتقدر مش هتقدري ترجعي تاني تبقى مسلمة وبتتعاملي مع الله من خلال التقوس الممارسات اللي هي زي الصلاة وزي الصيام وزي الحاجات اللي بيعملها المسلم خلينا نأخذ فاصل قصير أخت رشا ورح نرجع بعد هذا الفاصل نستكمل حديثنا موسيقى 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 بعدنا منتكلم عن التحول الديني سواء مسلم بيصير مسيحي أو مسيحي بيصير مسلم في مكالمة خلينا نأخذ مكالمة معنا الأخت رواء أهلا وسهلا أخت رواء أنت معانا على الهوى سلام ونعمة المسيح تملأ قلوبكم ربي بارككم سلام المسيح معك يا أخت رواء كنت عاوز أسألك طبعا أنت تحولت أنت عابرة وتحولت إلى المسيح شو كانت الأسباب شو الأسباب اللي تخلتك تأمن بالمسيح في البداية هي أسباب كثيرة أتكلم عن نفسي أنا بسبب التناقضات الموجودة في القرآن لكن ابني طبعا سبقني بالقبول للرب قبلي تقريبا سنوات فكنا دائما نتناقش ودائما يذكرني بالتناقضات الموجودة في القرآن وأنا كنت أدافع بدون ما أفكر فكان عندنا خوف بين نقول هذا الشيء بين هذا كفر واحد يتكلم هذا خطأ أو هذا ما يجوز لأن هذا باعتبار كلام الله مقدس فمستحيل أحد يتناقش بالآيات القرآنية هذه صحيحة أو غير صحيحة أو غلط أو مستحيل نعتبره كفر فكنا نتناقش في داخلي طبعا أنا كلامه منطقي كان ابني لكن كنت أدافع بدون بحث بعدها دخل الشك قلبي وقمت أبحث بس بدون يعني علم ابني حتى لا يقول بأن يعني عدا أبحث بأن أنا ضعيفة أو ما عرف أدافع أو كذا فبحثت وجدت يعني كثير شغلات متناقضة صحيحة فبعدها مندخل الشك بقلبي تقريبا أنا سنة تركت القرآن ما أقدر أقربي أشعر نفسي يعني منافقة شك بقلبي وأقرأ قرآن فبتعدت عن القرآن ما قدرت أقرأ حتى الصلوات كانت يعني ما ملتزمة بيها مثل قبل يعني وتركتها في الفترة الأخيرة لمندخل الشك بقلبي يعني فبعدها تساؤلات بناتي وأولادي يسأل ليش كذا ليش كذا فكل علامات استفهام صارت وما لقي لها جواب شافي يعني مقنع فكل هاي الأسباب يعني خلتني يعني أفكر وأعيد النظر ثاني يعني فعن طريق يعني ابني وناس هو متعرف عليهم مؤمنين التقين بيهم وصلوا لي الصلاة يعني قالوا خلينا صلي فصلاتهم لمست قلبي وأثرت فيها كثير وبعدها جوعدنا وزارونا معهم يعني أخ مؤمن آخر وتناقشنا بكثير التساؤلات اللي عندي والأشياء اللي ردت لها جواب ما كنت ألقي فوجدت الجواب اللي كنت أبحث عنه فبعد يعني آخر شي قال الأخ المؤمن قال إذا اطلبي من الرب بأن يظهر لك يا رب عرفني عن نسك يا رب يعرفني عن ذاتك قبل ما تنامين فقبل ما نمت قلت هذا الكلام يا رب يعرفني عن نفسك عرفني عن ذاتك فنمت وشفت رؤية بأن أنا في مكان مثل الصحراء ومكان تبعد مترين عن مكان للشخص واحد لتقدم إلى هذه البقعة الله يطيره إلى فوق فتقدمت هاي المثلين ووقفت بهالمكان اللي هي مع الشخص والله طيرني إلى فوق في مكان بيها مقاعد بعكس المكان اللي جوا كانت في الصحراء مكان بيها متلقاعة بيها مقاعد وأجلسني على مقعد فكانت هذه الرؤية يعني إشارة إلهية على الكلام اللي قالوا الأخ لي طيب فبعدها كان يعني يعني تجرأت بأن أدخل المسيحية لكان عندي خوف قلت له أنا يعني قلبي يريد أدخل بس يعني عندي بهجة هالشكل شيء يدفعني أدخل بس عقلي قال لي لأ أنت إجدت تعملين ليش أنت كذا كنت متدينة كنت صالين تعبدين تقرين القرآن كذا كذا فقالت خلصي من هذا الخوف وأطلقي نفسك للعنان فبالفعل فعلت هذا الشيء وفعلا تحررت من الخوف بأشكر الرب اللي سخر يعني استخدم ابني وناس مؤمنين بأن أقبل هذه الهدية أقبل الرب يسوع للحياة الأبدية اللي هي فأشكر الرب وأنا الآن يعني حاليا نفسيا مرتاحة ومستقرة نفسيا وسلام داخلي عندي وعندي بهجة بالقلب فأشكر الرب وأشكر كل اللي كان ساهم في هداية يعني في قبول الرب يسوع أمين أمين كنت عاوز أسألك كيك ولو سريع أخت رواء شو التحديات اللي وجهتها بعد ما آمنت بالمسيح نعم طبعا التحديات اللي بعد ما قبلنا الرب يسوع خصوصا أنا في بلد ما يتوجد فيه مؤمنين في كل مكان ونسبة جدا قليلة وكيد يكون يعني محاروم سكان البلد وكذلك كنيسة عربية ما يجد في مدينتنا يوجد في غير مدن وإذا ردت يعني أذهب إلى غير مدينة طلب مني إذن من دائرة الهجرة وصعب يعطوني الإذن يعني فهي الأشياء التحديات وإذا اجتمعنا كمؤمنين نحن في بيتنا أو بيت أحد من المؤمنين ما نأخذ راحتنا في ترنيمات ويعني في دراسة كلمة الرب يعني بسبب الجيران ما نأخذ راحتنا الرب يحبيك أخت رواء والرب يباركك ورب يستخدمك وربنا يعطيك كل أسرتك أنا سامعك أنا سامعك ربنا يعطيك كل أسرتك تكون للمسيح شكرا كتير أخت رواء والرب يباركك ربي باركم أشكرا شكرا كتير شكرا كتير أنا لفت نظري في كلامها أن هي قالت بعد ما أنا عرفت المسيح اتملأ قلبي بالسلام الداخلي والطمأنينة كان عندها خوف بالأول فرح وسلام أنا عايزة أقولك أن الفرح والسلام مش هيلاقيهم أي حد بعيد عن المسيح يعني أنا كواحدة مسلمة سابقة وكنت يعني بحب ربنا جدا وكنت بحاول أن أنا أرضي ربنا وكل حاجة أنا ما دوقتش معنا السلام الداخلي أن أنا متطمنة جوايا أن أنا جوايا طمأنينة جوايا فرح مش من الظروف الخارجية لكن الفرح اللي هو داخلي بييجي من جوه لبرا مش من برا لجوه غير في المسيح الفرح والسلام ده هم مش هيلاقيهم حد بعيد عن الرب حاجة كمان مش هيلاقيهم يعني حاجة من الحاجات اللي أنا برضو اختبرتها اللي هو أن محضر الله قدوس قوي أن الله قدوس ومحضر ومقدس يعني أنا كنت بصلي عادي كمسلمة لكن دلوقتي ما أنا بصلي وأنا بصلي وأنا عارفة أن أنا بكلم الرب بحس بقداسة الله يعني أنا بشعر بقداسة الله بكل مرة أنا بصلي وبحس قد إيه الله إله قدوس كلام ده أنا مكنتش بحس بيه خالص قبل معرفتي للمسيح مجرد ممارسات وأمور بتتعامل وبقوم وانزل وركعة واسجد وخلاص على كده العلاقة والصلاة لكن الحاجة الحقيقية العلاقة الحقيقية لأن الواحد بيحس فيها قد إيه الله قدوس دي مش هالواحد مستحيل أنه هو يحسه غير في علاقته بالمسيح ثبات العابر دايما فيه تحدي مش بس فيه دور على العابر فيه دور على الكنيسة على الإخوة والأخوات من ناحية الاهتمام والرعاية والعناية يعني أنا عارف أنه لازم نحكي بالموضوع هذا أكتر بس يعني فيه كتير منهم بيأمنوا بالمسيح بس بيحسوا حالهم متركين هو كتير عابرين بيحصل معهم كده أن هم بيؤمنوا بالمسيح وبيحسوا أن هم غير منتميين لجسد جسد المسيح أو كنيسة أو جماعة مؤمنين عايز أقول بشكل بسيط علشان لو حد مش مسيحي بيشاهدنا يبقى فاهم إحنا بنتكلم على إيه العابر ممكن أنه ما يلاقيش جماعة مؤمنين تحتضنه لكن إزاي العابر بيثبت العابر بيثبت لأن أول حاجة العلاقة مع المسيح هي علاقة شخصية مش أنا بغير دين بدين لكن أنا بدخل في علاقة مع الله نفسه والعلاقة ده هي الله فيها بيقودني وبيثبتني وبيوري الطريق مكتوب في كتاب سراجا لرجلي كلامك ونور لسبيلي فبالتالي كلمة كلام الله بيبقى بينور لي زي السراج في طريقي فأنا لو ماشي في حياتي اليومية لو أنا ماشي في حياتي اليومية اللي بينور لي أخذ الاختيار ده أو ده هو كلمة الله وعلى أساس كلمة الله أنا بثبت في إيماني وأنا بكبر في إيماني وبعلن إيماني كل يوم في حياتي اليومية عايزة أقول كمان أن العابر مش بسبب معية الله لكن بسبب سلوكه اليومي بيكبر وبيتغير إحنا فيه آيات كتيرة في الكتاب المقدس أنا بحاول أن أنا أكون إنسانة بسيطة في توصيل الرسالة علشان لو حد مش بيفهم في لغة الكتاب المقدس يقدر يفهمنا لكن فيه آية هقولها وبعد كده نفسرها ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرأة نتغير إلى تلك السرعين أنا بشوف مجد الله بشوف كأن أنا بصف مرأة بتغير إلى تلك السرعين لسورة المسيح أنا بتغير كل يوم يعني أنا حياتي كل يوم بتتغير وهي دي الوعد اللي بيخليني مهما كانت التحديات بحس بما هي تطلق وبحس أن أنا بتغير فأنا أسلوبي في الحياة بيختلف المسيحة ما جاء قال أنا هو نور العالم قال أنتم نور العالم فهو بيخلي الناس اللي هم المؤمنين الذين قبلوا بيغيرهم كل يوم علشان يعكسوا صورة مجدو يعني أنا أما ببقى مسيحية مش بغير ديني الإسلامي بالدين المسيحي أما ببقى مسيحية يعني أنا بدبع المسيح وكل يوم بسلك زي المسيح مسلك في الأرض كل يوم ببقى شبهه ببقى بتغير يعني مش هبقى زيه بالضبط لكن أنا كل يوم ربنا بيغير فيه وعشان كده أنا بقولك أنت مدام خدت الخطوة الأولى هتعرف تكمل خلي عينيك على المسيح مش على الأشخاص خلي عينيك على الكلمة وحاول أنك أنت بالروح القدس قل له يا رب بديني نعمة أن أنا أطبق الكلمة دي في حياتي اليومية معاك دقيقة أو دقيقتين بالكتير واختراشة لو حبيت توصلي الرسالة للطرفين إيه اللي بدك توصلي لو أنت إنسان بعدت عن المسيح وروحت للإسلام لأي سبب أيا كان أنا بطلب منك لآخر مرة وبأمانة وبصدق قدام الله قل له يا رب من فضلك لو كنت أنت الإله الحقيقي تعالى المسأل لو كنت أنت فعلا الله الحقيقي تعالى اظهر لي ذاتك عرفني أنت مين لو أنت فعلا الإله الحقيقي عرفني الطريق أنت قلت أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الأب إلا به يعني من خلالك أنت العلاقة مع الله الأب لو أنت الحقيقي عرفني طريقك يا رب من فضلك وأنا آثق أن الله النهاردة يوصل لك أنا آثق أن الله النهاردة يترى إليك لو أنت بقى بتاخد الخطوة الأولى وعايز تعبر إلى المسيح أنا بصال لي أن الرب يأيدك بالروح القدس أنا يدي لك سلام داخلي عمرك ما دقته يدي لك فرح داخلي عمرك ما عرفت عنه حاجة يعلم لك أنه هو الإله القدوس اللي بيقبالك إليه قدوس لكن بيقبالك زي من أنت وبيحبك محبة أبدي أنا آثق أن الله يصل إليك النهاردة أمين ربنا يباركك أخت رشا شكرا كتير وأنا عاوز أشجع كل مشاهد يعني إذا أنت بتيجي للمسيح أنت مش جاي على أساس هجرة لبلد مسيحي ولا على أساس في طموح جامعي ولا طموح مادي ولا أي شيء أنت بتيجي للمسيح لأن المسيح غفر خطياتك والمسيح أجى حتى يخلصنا من الخطية ومن الهلاك الأبدي ونقلنا من الظلم إلى النور وعطانا حياة أبدية والمسيح بيدعوك إيمانك بالمسيح لابد أن تواجه الصعاب والضيقات ولكن ملايين من الناس من العابرين مسلمين وغير مسلمين اللي صمموا أنه مستعدين يدفعوا أي ثمن من أجل ربحهم ليسوع المسيح الفكرة مش في العدد ولكن الشيء الأساسي هل عندك حياة أبدية وهل عندك ضمان الحياة الأبدية أنا بدعوك الآن تأتي إلى يسوع المسيح وفيك تيجي يعني بأسرع طريقة تقول له اللهم ارحمني أنا الخاطئ صليها من قلبك قل له يا رب أنا بتوب عن كل خطية افتح عيني افتح ذهني افتح قلبي أدعوك إلى حياتي بتوجك رب وملك ومخلص على حياتي وإذا صليت منحب نسمع منك ربنا يباركك اشتركوا في القناة